دعم متعدد الأوجه تقدمه الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة أحد تلك الأوجه كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز التي أفادت بأن الاستخبارات الأمريكية أنشأت فرقة عمل متخصصة بشأن حركة حماس في قطاع غزة مسؤولون قالوا للصحيفة إن هذه الفرقة من مهامها البحث عن قادة حماس وتتبعهم وتقدم لهم معلومات بشأن الجانب الإسرائيلي فما مدى أهمية تلك الخطوة في الحرب الدائرة في غزة وهل تنجح واشنطن في مساعدة إسرائيل لتحقيق هدفها بالقضاء على حماس معنا من واشنطن المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية نورمان رول أهلا بك سيد رول إلى غرفة الأخبار وإلى سكاين نيويز عربيا إن شاء فرقة عمل متخصصة أمريكية هل هو إقرار بإخفاق الاستخبارات الإسرائيلية وأيضا الجيش الإسرائيلي وبالتالي يحتاج إلى دعم نوعي من الجانب الأمريكي أم ماذا لا لا هذا لا يعني ذلك فمنذ بداية مجازر السابع من أكتوبر المخابرات الأمريكية كانت قد كلفت بإيجاد الرهائن والرهائن دائما يكونون موجودون أو موجودين بالقرب من قادة حماس كدروع والولايات المتحدة مع طبعا جيشنا وأيضا مع قدراتنا الأخرى يحاولون إيجاد المخطوفين وأيضا المسؤولين عن قتل ثلاثين أمريكيا في السابع من أكتوبر وفي الوقت ذاته سياستنا تبقى بأن حماس ينبغي أن تخرج من غزة ونحن لا ننخرط في أي حملة لقتل زعماء حماس نحن فقط نحاول إيجاد المخطوفين وتحديد أين هم قادة حماس من أجل ذلك الهدف ما الفارق الذي يمكن أن تقدمه في رأيك سيد رول هذه الفرقة المتخصصة بعد هذه الأيام وصعوبة الوصول إلى قادة الحركة في داخل القطاع حين يكون هناك مخطوفون أمريكيون أو أمريكيون قتلوا من قبل تنظيمات إرهابية فإن المخابرات الأمريكية ستجمع كل قدراتها لمساعدة الناس المسؤولين عن التعامل مع تلك الأزمة هذا شيء دائما يفعل خلال التاريخ وبكفاءة كبيرة والآن مع نقل المعلومات إما إلى قواتنا أو إلى تلك الدول القريبة من حل ذلك التحدي في رأيك إلى أي درجة قد يغير من واقع المواجهة أصلا إلى أي درجة سيكون بالفعل هناك تأثير قريب لهذا الدعم الأمريكي الذي سيقدم من الناحية الاستخباراتية للجانب الإسرائيلي من الصعب قول ذلك لأن الأمر يعتمد على تحرك ونشاطات قادة حماس ولكن ما أستطيع قوله أنه تاريخيا حين تكون هناك دول عدة وتجمع قدراتها الاستخباراتية فإن هذا يحد من الأضرار المدنية وأيضا يحدد مرتكب الجرائم ويساعد في إنقاذ المحتجزين هناك أمر مهم في الاستخبارات وهو بأنها تنقذ حياة الناس إذا استعملت بطريقة مناسبة ماذا يعني لو لم يحقق الجانب الأمريكي الآن أعلن من قبل صحيفة نيويورك تايمز أن الدور الأمريكي بالفعل سيكون استخباراتيا في الوصول إلى قادة حماس ليس على المستوى المتوسط أو المنخفض بل على مستوى قيادات عليا ماذا لو مرت أشهر من هذا الصراع ولم يتمكن الجانبان الأمريكي والإسرائيلي من الوصول إلى قادة حماس إلى أي درجة يؤثر ذلك على شكل هاتين المؤسستين من الناحية العسكرية تحدثون عن الجيش الأمريكي والإسرائيلي وأيضا العمليات الاستخباراتية بحكم أن لديهم تقنيات وخبرات كبيرة في هذا المجال كما رأينا أثناء الحرب العراقية مع صدام حسين فإذا جلست في حفرة بنفسك أو أسامة بن لادن إذا جلس في كهف لوحده فيمكن طبعا أن يطيل وقت بقائه على قيد الحياة ولكن إذا قاد أي عملية أو قاد أي عملية فهذا طبعا سيمثل مخاطر من المهم أن نشدد مرة أخرى على أن هذه المخابرات كما ذكرت في الإعلام هي قالت بأن قادة حماس أحاط أنفسهم بالرهائن وبين أيضا المدنيين الفلسطينيين لحماية أنفسهم أي عملية ضد هؤلاء القادة ستكون طبعا ضربة استخباراتية كبيرة وطبعا ينبغي تجنب سقوط المدنيين وينبغي أن يكون هناك تركيز عظيم لحماية الفلسطينيين واسترجاع المخطوفين بسهل هذا أيضا ما ذكره المسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز قالوا أن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة وتزايدها قد يؤدي في النهاية إلى تدفق مقاتلين أكثر ومقاتلين جدد إلى صفوف حماس ما شكل المقاربة الأمريكية وإلى أي درجة تختلف مع الجانب الإسرائيلي وما إمكانية التوافق حولها أصلا أنت محق نعم فإحدى المشكلات في قيادة العمليات العسكرية في هذه الظروف هي أنه بسبب للأسف بسبب مقتل المدنيين فهذا يمكن أن يشجع الناس على الالتحاق بحماس والإرهابيين إذن مرة أخرى إذا أسرعنا في إنهاء هذا النزاع فسنمنع الناس من الانضمام إلى الإرهابيين ما رأيناه في العراق طبعا حدث لنا في هذا في العراق وحللناه وفي أفغانستان أيضا عملنا على عدم حدوث ذلك ولكن كما قلت هذا تحدي عظيم فحماس لا تريد أن تستسلم ولا تريد أن تخرج من غزة ويحيطون أنفسهم بالمدنيين هذه مشكلة لا أدري إن كان يمكن أن نطرح مثل هذا السؤال سيد رول المتوقع أن يزداد حجم ونوعية الدعم الأمريكي للقوات الإسرائيلية استخبارات الإسرائيلية في تحركاتها في داخل القطاع لكن إلى أي درجة مثل هذه التحركات وما يرشح من أخبار والتأكيد من الجانب الأمريكي بالدخول لدعم مباشر عسكريا واستخباراتيا للجانب الإسرائيلي يؤثر على دورها الذي تراجح أصلا كوسيط في هذا الملف بين الإسرائيليين والفلسطينيين أعتقد بأن علينا أن نبدأ بالقول بأن هناك احتمالا بعيدا أن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لديها محتجزون في غزة بأنها مثلا تحتفظ بمعلومات لنفسها فالآن علينا أن نصل إلى هؤلاء ونخرجهم بأسرع وقت وعلينا أن نضمن أن الفلسطينيين لا يقتلون قدر الإمكان لذلك كل القدرات الموجودة موضوعة على الطاولة ولكن مع مرور الوقت لا أعتقد أن الأمريكيين يعتبرون بأنهم وصطاءوا مثلا مع قيادة حماس هذا طبعا مع دول أخرى مثل مصر وقطر فالدولتان تلعبان ذلك الدور نحن أعلننا أن حماس منظمة إرهابية ولم نغير ذلك وأيضا هم قتلوا مؤخرا ثلاثين أمريكيا وتخذوا الكثير منهم رهائن إذن لا أظن أن موقفنا تغير الضربات النوعية التي تستهدف حماس هذا ما تطالبه الإدارة الأمريكية تستهدف القيادات وتحاول قدر الإمكان تجنيب المدنيين بدء عمل مثل هذه الفرقة المتخصصة هل يدلل على ربما قبول إسرائيل نوعا ما من البدء مثل هذه الضربات التكتيكية واستبعاد سقوط عدد أكبر من المدنيين في داخل القطاع عم ماذا؟ ليكون واضحا لم يكن هناك دليل وليس هناك معلومة في نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة تلعب أي دور في الضربات العسكرية في غزة وموقفنا ربما هو تقديم المعلومات حيث القادة موجودون وما يفعلونه ولكننا لسنا منخارطين في النشاط العسكري في غزة وألححنا على الطرفين على أن يقللوا مستوى العنف لحماية المدنيين الفلسطينيين الذين عانوا بشدة ولإيجاد كما قلت ومعاقبة زعماء حماس الذين ارتكبوا مجازل السابع من أكتوبر هذا هو مدى تدخل سيد رول لكن نعلم الموقف الأمريكي من الضربات لكن ما سألتك عن في آخر دقيقة ودى نستمع إلى رأيك هل عمل هذه الفرقة المتخصصة دليل على ربما قبول إسرائيل بأن تكون ضربات أكثر دقة وهو ما تطالب به الإدارة الأمريكية في أقل من دقيقة إذا سمحت نعم أعتقد أن إسرائيل تحاول الآن أن تقلل من عدد القتل المدنيين وهي سترحب بأي معلومة من أي مورد ومصدر لتقليل أعداد الضحايا المدنيين نورمان رول المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك